اعزائي طلبة طالبات الصف الثالث اعدادي اهلا وسهلا بكم في قناة مدرستنا مع مادة العلوم تحت اشراف ورعاية وزارة التربية والتعديد حالة النهاردة ان شاء الله هناخد الدرس التاني من الواحدة الاولى واسمه سرعة التفاعلات الكيميائية هنشوف ايه معنى سرعة التفاعلات الكيميائية هل التفاعلات الكيميائية كلها زي بعض ولا بتختلف وكيف نقيس سرعة التفاعلات الكيميائية وتعالوا مع بعض نشوف حلقة النهاردة اعزائي الطلبة الطالبات اهلا وسهلا بكم النهاردة قلنا هنتكلم عن الدرس التاني وهو اسم سرعة التفاعلات الكيميائية في الحلقة السابقة تكلمنا ايه معنى التفاعل الكيميائي وانواع التفاعل الكيميائي انما النهاردة هنتكلم على سرعة التفاعل الكيميائي هل المواد كلها بتتفاعل بنفس السرعة؟ لا طبعا احنا هنتكلم عن كذا جزئية في الدرس ده قلنا زي تنوع سرعة التفاعل الكيميائية سرعة التفكك خامس اكسيدا نيتروجين معنى سرعة التفاعل الكيميائي وكيفية قياس سرعة التفاعل الكيميائي والعوامل المؤسرة على سرعة التفاعل الكيميائي نشوف أولاً تنوع سرعة التفاعل الكيمياء المواد الكيمياء تتفاعل بطرق مختلفة يعني في عندنا تفاعل سريع في تفاعل بطيء في تفاعل بطيء جداً في تفاعل بطيء نسبية نشوف أولاً تفاعلات سريعة جداً زي الألعاب النارية تفاعلات بطيئة نسبية زي إيه؟ زي تفاعل الزيت مع السودة الكوية لتكوين الصابون تفاعلات بطيئة زي يعني بطيئة جداً بتحتاج لعدة شهور زي تفاعل صدق الحديد وفيه تفاعلات بطيئة جداً جداً زي تكوين البترول في باطن الأرض طبعاً بياخد ملايين السنين هناخد مثل على سورة التفاعل سورة تفاعل غاز خامس أكسيد النيتروجين المثل ده بيقولي تركيب الكيميائي لخامس أكسيد النيتروجين عبارة عن إيه؟ 2N2O5 يعني ده الرمز الكيميائي لخامس أكسيد النيتروجين ده بيتفكك بيتحول إلى ثاني أكسيد النيتروجين ده هو أربعة NO2 زائد O2 يعني خامس أكسيد النيتروجين يتفكك إلى ثاني أكسيد النيتروجين زائد غاز الأكسجين طبعا التجربة دي تتعامل عمليا وحسبنا تركيز المواد الدخلة والمواد النتكة احنا عارفين اي تفاعل كيميائي فيه مواد دخلة ومواد خارجة المواد اللي بتدخل في التفاعل اسمها ايه المتفاعلات والمواد اللي بتخرج اسمها ايه النواتك فاحنا عايزين نعرف تركيز المتفاعلات بيحصل فيها ايه في بداية التفاعل وتركيز النواتك بيحصل فيها ببساطة كده عشان نفهم الدرس ده نتخيل احنا مثلا بنعمل كيكة الكيكة عبارة عن إيه؟ إن احنا بنحط البيض وسكر والزيت ولبن فدي المواد الدخلة بنحطها على الرخامة دي اسمها مواد دخلة في التفاعل بعد كده بنخلطهم مع بعض وبنحطهم في الفرن باستخدام الحرارة بتتحول إلى كيكة السؤال هنا في بداية التفاعل أول ما حطيت الحاجة على الرخامة اللي هو البيض والزيت والسكر والسمن والحاجات دي دي تغضر متفاعلات كان تركيزها كام؟ كان تركيزها 100% موجودة تمام إنما هل كان في وجود للكيكة؟ لا اللي هي النتيجة ما كانتش موجودة تركيزها 0؟ طب مع نهاية التفاعل بعد ما الكيكة استوت لقينا إيه؟ لقينا الكيكة بس مافيش أصطر للبيض ولا الزيت ولا السكر فالكيكة دي هي النواتب بقى تركيزها في نهاية التفاعل 100% إنما المتفاعلات اللي هي ابتدت بها التفاعل مش موجودة بنفس الفكرة هو أي تفاعل كيميائي بيبقى عندي تركيز المتفاعلات اللي هي المواد اللي بتخش التفاعل بيبقى تركيزها عالي جدا أقصى ما يمكن 100% إنما النواتج في بداية التفاعل بتبقى مش موجودة بالتدريج مع مرور الزمن المتفاعلات بتقل والنواتج بتبتدي تظهر ففي نهاية التفاعل هتبقى المتفاعلات تركيزها 0 مختفية مش موجودة والنواتج تركيزها 100% فأخذنا مثلا زي تفاكك خامس أكسيد النيتروجين بصوا معايا في الرسم البياني ده عندي هنا التركيز إحنا طبعا لما تركيز المادة بقيسه بحاجة اسمها مول لكل الإتر يعني أنا كابة هنا 2 وهنا 4 الاثنين دي أنا بقيس بها كمية المادة كمية المادة بتتقاس بالمول عندنا هنا في الكيميا كمية المادة بتتقاس إيه بالمول يعني أنا عندي هنا 2 مول من 5 أكسيد النيتروجين و4 مول من ثاني أكسيد النيتروجين وهنا فيه 1 بس ما بيكتبش 1 مول من الأكسيد أثناء التفكك ده يا ترى كان تركيز المواد المتفاعلة والنواتج طبعا ده اسمه متفاعلات وده اسمه نواتج في البداية خالص يا ترى المتفاعلات كان تركيزها إيه نبص كده في الجدول هنلاقي تركيز المادة دي اللي هي المعمولة بالخط الأزرق اللي هي 5 أكسيدا نيتروجين كان تركيزها تقريبا 16 من المئة طبعا ده في بداية التفاعل يعني لسه زمن 0 طب النواتج اللي هي مين ساني أكسيدا نيتروجين والأكسجين في بداية التفاعل تركيزها كام صفر يبقى إحنا عندنا في بداية التفاعل يعني لسه الزمن 0 عندي المتفاعلات كانت عالية جدا إنما النوادج مش موجودة طب بمرور الزمن الزمن عملا يمر 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 وبعد كده وصلنا لانتهاء التفاعل أنا عرفت إزاي انتهاء التفاعل لما حصل ثبات في التركيز يعني بص تركيز ساني أكسيدا نيتروجين هنا سبت والأكسجين هنا برضو سبت والخامس أكسيدا نيتروجين في الآخر سبت فانعرفت إن انتهاء التفاعل من ثبات تركيز النواتج طيب نبتدي بالمتفاعلات إيه اللي بيحصل لتركيزها عملا إيه يقل مع مرور الزمن طب النواتج النواتج كانت في الأول 0 صفر خالص تركيزها ومع مرور الزمن ابتدت إيه واحدة واحدة تزداد وبرضو النتيجة التانية اللي هي الأكسجين كانت تركيزها في الأول 0 وابتدى تدريجيا يزداد يبقى من هنا هنستنتج إنه المتفاعلات في بداية التفاعل تركيزها عالي جدا 100% إنما النواتج في بداية التفاعل تركيزها 0 طب في نهاية التفاعل النهاية في الآخر خالص هنا نبص على المتفاعلات بقى تركيزها 0 أو 0 إنما النواتج تركيزها بتدى إيه يعني طيب نيجي هنا الشكل البياني لتوضيح النتائج نبص كده مع بعض الخط الأزرق بيعبر عن التغير في تركيز 5 أكسيد النيتروجين الخط الأزرق اللي هو ده عندي ده بيعبر عن تركيز مين 5 أكسيد النيتروجين وهي مادة متفاعلة حصل لها إيه قلنا بتدى التقيل إنما الخط الأحمر ده بيعبر عن تركيز مين ثاني أكسيد النيتروجين والخط الأخضر بيعبر عن تغير في تركيز الأكسيد الملاحظات اللي عندي قلنا في بداية التفاعل بيكون تركيز المتفاعلات أكبر ما يمكن زي ما اتفقنا مع بعض الخط ده ده المتفاعلات تركيزه إيه بيزداد في نهاية التفاعل اللي بيحصل النواتج بتبقى تركيزها مية في المية والمتفاعلات تركيزها إيه سفر تمام يبدا لازم نفهمه كويس قوي لأنه ده موقع للأسئلة بيجع شكل أكمل أخطر أي حاجة بسيب لو أنا فهمه كويس إنه أي تفاعل كيميائي المتفاعلات دايما في بداية التفاعل تركيزها مية في المية والنواتج سفر في نهاية التفاعل المتفاعلات تركيزها سفر والنواتج تركيزها مية في المية وبيقول لي إزاي بتستدل على انتهاء زمن التفاعل من ثبوت تركيز المتفاعلات والنواتج يعني بص هنا حصل عندي ثبوت في التركيزات عرفت إنه التفاعل خفص يجي أسئلة بيقول لي وضح بالمعادلة الرمزية الموزونة تفاعل تفاكوغ غاز خامس أكسيدان نيتروجين من ضمن التفاعلات الكيميائية اللي أخدناها في الدرس الأول هنحفظ ديك لأنها برضو موقع سؤال بيقول لي وضح بالمعادلة الكيميائية الموزونة تفاكوغ خامس أكسيد أنا أتروجين وهي بالموازات نيجي بعد كده نشوف فيديو من بنك المعرفة قلنا كتير قوي بنك المعرفة ده حاجة مفيدة لنا كلنا لكل الأعمار في كل المواد فيها بدي اف وفيديوهات بتوضح لأي شيء مبهم بالنسبة لي في المواد الدراسية بتاعتي فنشوف كده الفيديو مع بعض عشان يبقى توضيح أكثر لي هل لاحظت مرة ماذا يحدث في الساعة الرملية؟ إن الرمل يتحرك من جزء إلى آخر مع الزمن وهذا يشبه إلى حد ما التفاعلات الكيميائية غير أن المواد المتفاعلة لا تبقى كما هي ولكنها تتحول إلى مواد جديدة ناتجة الآن سنرى التغير في مستوى تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة أثناء تفاعل حلال خامس أكسيد نايتروجين هيا نبدأ لعلك تعلم أن خامس أكسيد نايتروجين ينحل كما ترى في هذه المعادلة إلى ثاني أكسيد نايتروجين وأكسوجين لذا فإنه في بداية التفاعل إذا نظرت إلى الرسم البياني المقابل فستجد أن تركيز خامس أكسيد نايتروجين هو 16 من 100 بينما تركيز المواد الناتجة لا يزال صفرا ولكن ماذا يحدث في منتصف زمن التفاعل؟ اضغط على الأيقونة التالية لتعرف أما أثناء التفاعل أي بعد مرور أربع دقائق من بدء التفاعل نجد أن تركيز خامس أكسيد نايتروجين قد تناقص إلى 4 من 100 بينما تركيز المواد الناتجة قد تزايد حيث أصبح تركيز ثاني أكسيد نايتروجين 24% وأصبح تركيز الأكسوجين 6 من 100 وكل هذا ممثل أيضا في الرسم البياني المقابل وبعد أن تنتهي من دراسة الرسم البياني اضغط على الأيقونة التالية هل تتذكر الساعة الرملية؟ الآن كل الرمل انتقل إلى الجهة الأخرى وبناء على ذلك يمكنك أن تستنتج أنه عند نهاية التفاعل الكيميائي يكون تركيز المواد المتفاعلة صفر أما تركيز المواد الناتجة فيكون 100% زي ما شوفنا كده مع بعض أنه أي تفاعل كيميائي تركيز المواد المتفاعلة في بداية التفاعل يبقى 100% والنواتف 0 تمام؟ قلنا أنها تركيز المواد المتفاعلة في بداية التفاعل بيبقى 100% وتركيز النواتف 0 أو 0 في نهاية التفاعل لا هتبقى تركيز المواد الناتجة هي 100% وتركيز المتفاعلات 0 تعالي بقى نشوف معنى سرعة التفاعل بيقول لي معنى سرعة التفاعل هو التغير في تركيز المواد المتفاعلة والناتجة من التفاعل في وحدة الزمن يعني أنا بشوف تغيير تركيزات الدواء المواد اللي دخلها والمواد اللي نتجه في وحدة الزمن طيب بيقول لي هنا اختبر نفسك هناخد سؤال كده بيقول لي في الشكل البيان المقابل يوضح سرعة التفاعل تفكك المركب X تبعاً للمعادلة الآتية 2X بيديني 2Y زائد Z استبدل الأرقام الموضحة على الشكل بما يناسبها من المعادل X Y Z مع تعليم إيجابتك الرسمة دي قدامي دي من الأسئلة الموجودة ومفيدة وحلوة ويعني نهتم بيها الرسمة بيجيب لي كده سؤال في الامتحان ويقول لي تعالى انت عندك معادلة اسمها 2X بتدي 2Y بلس A Z طلع لي بقى في الرسمة كاتب لي 1 2 3 هو عايز يعرف مين 1 مين 2 مين 3 يترى واحد هي X ولا Y ولا Z يترى ات مين هي X ولا Y ولا Z بيسألني طبعاً أنا لازم يبقى قاعدة في دماغي ببص على المعادلة الكيميائية اللي قدامي الطرف ده الطرف ده اسمه ايه متفاعلات اللي هي المواد اللي دخلة في التفاعل اللي أنا فاهم انه لازم يبقى تركيزها 100% الطرف ده نواتي لازم يبقى تركيزها ايه في بداية التفاعل 0 ارجع للرسمة يا ترى مين اللي في الاول امسك بداية التفاعل هو ده الخط اللي هو عند نقطة 0 زمن 0 ده بداية التفاعل ابص بعيني مين اللي كان تركيزه عالي هو الايه اللي هو رقم واحد طب والبقين الخطين التانين كان تركيزهم 0 يبقى نفهمت فوراً اللي كان تركيزه عالي في الاول يبقى هو ده مين هي ده المادة 2X يبقى 1 هي 2X طيب مين 2Y ومين Z نبص كده انا عندي في البداية كان اللي هي المواد النتجة كان تركيزها 0 في الاخر التركيز معايا ايه عالي بس انا محتار يا ترى مين الزد ومين الواي يا ترى الثلاثة زد ولا واي يا ترى الاثنين ايه عشان هفك الفزورة دي ابص تاني للمعادلة مين اللي كميتها اكبر هتبص ان اتنين واي انا عندي اتنين مول من الواي واحد مول من الزد يعني عندي كميتين من واي وكمية واحدة من الزد يبقى ارجع للرسمة انا دلوقتي تلاتة تركيزها كبير ولا صغير ابص كده تركيزها عادي انما اتنين تركيزها اقل يبقى اتنين واي هي ايه صاحبة التركيز الاعلى حتبها هي تلاتة انما الزد هي صاحبة التركيز الاقل هم الاثنين كده كده نواتك تركيزهم في الاخر يعني في الاول كان تركيزهم 0 وفي الاخر بقى تركيزهم عادي بس عندي عايزة اعرف مين الواي ومين الزد اللي هيحدد لي اللي هو ايه عدد الملات او الكمية فاثنين واي كميتها اكبر يبقى تبقى تلاتة هي ايه نين واي والزد هتبقى هي ايه رقم اثنين تعالوا نبص كده مع بعض يبقى المادة واحد هي اكس والمادة تنين هي زد والمادة تلاتة هي وي طب نشوف بقى ازاي بنقيس صورة التفاعل التفاعلة صورة التفاعل هي ايه هي التغير في تركيزات المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في واحدة الزمن طب يترى ايسه ازاي ايسه لما بعمل اي تفاعل كيميائي بتبقى في عندي مواد دخلة لها لون معين ولما بتنتج المواد دي بتطلع عند النواتج ممكن يتغير اللون ممكن يتبقى في الاول شفاف بعد كده لقيت اللون اتغير ظهر عندي راسب يبقى انا بحدد او بعرف ايس صورة التفاعل من اختفاء لون المتفاعلات وظهور لون ايه النواتج تعالوا نشوف كده بمثل نفهم اكتر يبقى تقوى صورة التفاعل عمليا بمعدل اختفاء احد المواد المتفاعلة او ظهور احد المواد الناتجة مثل تفاعل محلول هيدروكسيدو ستوديوم مع كبريتات النحاس الزرقاء انا عندي هيدروكسيدو ستوديوم ده شفاف وكبريتات النحاس دي ازرق خفيف كده ازاي بقى صورة التفاعل ده اللي هيحصل معايا ايه ادي المعدل الكلية ايه ده هو هيدروكسيدو ستوديوم هو عديم اللون يعني شفاف ودي محلول كبريتات النحاس دي لونها ايه ازرق زي ما نعملها كده ازرق خفيف لما احطوهم لاتنين على بعض ده محلول وده محلول قد لقهم على بعض فورا بيطلع للون ازرق غاني راسي ومعايا كبريتات ايه ستوديوم لو سألت سؤالي بعيد عن الدرس ده ويرجع للدرس المرة اللي فاكر يا ترى نوع التفاعل ده ايه حد فاكر التفاعل ده لو نبص عليه اللي حلاحظنا انه الستوديوم الموجب راح مع مين مع الكبريتات السالبة وانه حاس الموجبه راحت مع الهيدروكسيد السالبة ايما ده كان اسمه ايه تبادل مزدوج ده اسمه ايه نوع التفاعل تبادل مزدوج او استبدال مزدوج طيب ده كانت كده سؤال على الدرس اللي فات انه هو تبادل مزدوج خلينا في الدرسنا بتاع النهاردة بنقيس سرعة التفاعل انه اختفى اللون الازرق الخفيف بتاع كبريتات النحاس وظهر عندي راسب ازرق من هيدروكسيد النحاس وكده انا عرفت ايه عرفت ايه سرعة التفاعل طيب عايزنا نعرف ايه هي العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل الكيميائي نحن دلوقتي عرفنا ايه يعني سرعة التفاعل وازاي بقية سرعة التفاعل وايه هي العوامل احنا قلنا سرعة التفاعل الكيميائي يعني ايه تغيير التركيزات بتاعت المتفاعلات والنواتي في وحدة الزمن بقسها عمليا ازاي باختفاء لون احدى المواد المتفاعلة وظهور احدى ايه لون المواد الناتجة طب ايه العوامل اللي بتأثر على سرعة التفاعل مين اللي بيزود سرعة التفاعل عندي كزا عامل واحد طبيعة المتفاعلات اتنين تركيز المتفاعلات تلاتة درجة حرارة التفاعل والعوامل الحفاظة والانزمات يبقى انا عندي كم عامل اربع اربع عوامل هندرسهم بالتفصيل ويوضحولي ازاي بيأثروا في سرعة التفاعل نبص كده بعض على اسئلة من بنت المعرفة بيقول لي صود ما تحته خط يتفكك غاز خامس اكسيدا النيتروجين الى غازي ثاني اكسيدا النيتروجين والنيتروجين هل الكلام ده صحيح؟ ده احنا قلنا غاز خامس اكسيدا النيتروجين يتفكك الى ثاني اكسيدا النيتروجين وغاز الاكسروجين يبقى الكلام ده مش صح الصح بدل النيتروجين نحط ايه؟ الاكسروجين طب السؤال التاني بيقول لي في بداية التفاعل الكيميائي تكون نسبة تركيز المتفاعلات 50% في بداية التفاعل هل حقيقي؟ طبعا هو كلام ده مش صح لانه قال لي صوت يبقى في بداية التفاعل المتفاعلات بتبقى تركيزها عالي جدا كام 100% يسمى التغير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في وحدة الزمن بسرعة التفاعل؟ لا الجملة دي التغير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة اسمه ايه؟ سرعة التفاعل او معدل التفاعل نيجي أكمل يقول لي التغير في تركيز المواد المتفاعلة والناتجة في وحدة الزمن يعرف بإيه يعرف بسرعة التفاعل الكيميائي تعالوا نبصوا على السؤال التاني بيقول لي اسحب الإجابة الصحيحة ووضعها في مكانها المناسب نديني هنا التفاعل الكيميائي وسرعة حدوثه فيه تفاعل سريع جدا وبعد كده كاتب لي تكوين الصابون وصدى الحديد وتكوين النفط الكلام ده أخدناه في أول حصة بتاعتنا وقلنا إيه هو التفاعل السريع جدا هنختار واحد من الأربع اللي فوق اللي يستفاعل السريع جدا هي الألعاب النارية فمفروض ده نوصله ونحطه هنا طب تكوين الصابون يعتبر إيه بطيء نسبيا فده هنجيبه هنا صدى الحديد بطيء جدا يحتاج ملايين السنين هو تكوين إيه تكوين البترول في باطن الأرض تمام نشوف سؤال تاني بيقول لي ما معنى ما معنى سورة التفاعل الكيميائي أهم حاجة لازم تبقى عارف التعريف ممكن يجيلك في الامتحان عرف أو يجيب لك مصطلح عني فكده كده انت لازم تبقى حافظ معنى سورة التفاعل الكيميائي قلنا سورة التفاعل الكيميائي هي ايه تغيير تركيز المواد النتجة والمواد المتفاعلة في وحدة الزمن تمام يبهو التغير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد النتجة من ايه من التفاعل في وحدة الزمن يجي بعد كده أسئلة تانية بتقولي ما العوامل المؤثرة على صورات التفاعل؟ احنا قلنا أنا عندي أربع عوامل هي إيه؟ طبيعة المتفاعلات، تركيز المتفاعلات، درجة الحرارة، والعوامل الحفاظة والأنزيمات كيف تقيص صورة التفاعل الكيميائي الآتي؟ كاتب لي هنا هيدروكسيد ستوديوم عديمة اللون مع محلول كبريتات نحاس زرقاء قدتني كبريتات ستوديوم عديمة اللون مع هيدروكسيد نحاس راس الأزرق ده جي في امتحان من امتحانات السنين اللي فاتت وكان طالب مننا نقيص صورة التفاعل الكيميائي هنقوله ببساطة ممكن قياس صورة التفاعل بإيه؟ باختفاء لون المتفاعلات اللي هو اختفاء لون محلول كبريتات النحاس الزرقاء أو ظهور لون النواتج اللي هو ظهور لون أزرق لهيدروكسيد النحاس يبقى تقصرت التفاعل بمعدل اختفاء لون محلول كبريتات النحاس الزرقاء أو بظهور راس بأزرق من هيدروكسيد النحاس اختر تفاعل الزيت مع صودة الكوية لتكوين الصبون ده تفاعل ايه؟ قلنا عليه بطيء نسبيا في نهاية التفاعل الكيميائي يكون تركيز النواتج ايه؟ من تركيز المتفاعلات احنا قلنا في نهاية التفاعل تركيز النواتج عالي جدا 100% والمتفاعلات 0 يبقى هيبقى ايه؟ اكبر 100 بقولي في التفاعل الآتي انا عندي هنا هيدروجين غاز الهيدروجين وغاز الكلور اداني هيدروجين كولوريد الهيدروجين بقولي ايه العبارات الآتية تصف معدل هذه التفاعلات الكيميائية انا عايزة اوصف سرعة التفاعل ما هي معدل دي معناها سرعة بمرور الزمن هل يزداد تركيز الهيدروجين وكلوريد الهيدروجين ولا يزداد تركيز الهيدروجين والكلور ولا يزداد تركيز الكلوريد الهيدروجين ولا يقل التركيز نفكر كده مع بعض احنا قلنا سرعة التفاعل ايه اللي بيحصل فيها ازاي بقسها انه المادتين دول اللي هما اسمهم المتفاعلات تركيزهم ايه والنواتج اللي هما بعد السه تركيزهم ايه يبقى كده نحضت في دماغ المادتين دول تركيزهم ايه؟ يقل. والمادة دي تركيزها ايه؟ يعني. يبا نختار هل عندي يقل الهيدروجين والكلور؟ نبص على يقل تركيز الهيدروجين والكلور مفيش يقل يبا لازم يبقى ايه؟ يزداد تركيز الـ HCL. يبا يزداد تركيز ايه؟ يبا الاجابة هتبقى هي يزداد تركيز ايه الـ HCL تمام؟ بيقول لتقاص سرعة تفاعل محلول هيدروكسيد السوديوم مع محلول كابريتات بمعدل اختفاء ايه؟ اللي التختفي هي مين؟ المواد المتفاعلة لون المواد المتفاعلة اللي هي مين؟ هيدروكسيد السوديوم ولا كابريتات نحاس اللي هتختفي لونها ايه؟ لون كابريتات النحاس لانا كابريتات النحاس هي الزرقة. يبقى اللي هيختفي لونها هي دي. يبقى اهتبقى الاجابة ايه؟ كابريتات النحاس كل مما يالي يؤثر على معدل التفاعل الكيميائي عادة تركيز المتفاعلات طبيعة المتفاعلات طبيعة النواتج درجة الحرارة تركيز المتفاعلات اه اخدناها طبيعة المتفاعلات بتأثر طبيعة النواتج دي لا ما اخدناش حاجة اسمها طبيعة النواتج درجة الحرارة اخدناها في ايه العوامل المؤسرة على التفاعل يبقى هتبقى كله بيأثر على سورة التفاعل الا ايه الا النواتج طبيعة النواتج وكده خلصت حلقة النهاردة اللي أخذنا فيها سورة التفاعل الكيميائي مع ما وإزاي بنقيسه والعامل المؤسرة وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة القاتلة